السلام عليكم مهلا بكم من جديد في هذا الموجزة الإخباري إذن فصل قضي الجنايات بمحكمة البوليدة صباح اليوم منور عن ترفي قضية القرن بالحكم على المتهم الرئيسي في قضية الخليفة عبدالأمومن رفيق خليفة بثمانية عشر سنة سجنا ومليون دينار ومسادرة جميع أملاكه كما أصدر أحكام أخرى تتراوحه ما بينها سجن لعشر السنوات والبراءة في حق بقية المتهمين حيث حكم على الموطق عمر رحال بخمس سنوات سجن النافذة وقليمي جمال بعشر سنوات سجن النافذة سير إدير بست سنوات شعشوع عبدالحفيظ ثماني سنوات شعشوع بدردين بست سنوات مير عمر ثماني سنوات سجن ومليون دينار غرامة مالية غيل مزيان بثلاث سنوات سجن النافذة والعربي سليم وسليم ودحماني نوردين عامين موقفاء النفاذ فداد عدى بثلاث سنوات حبسا نافذة هذا وبرأت جناية البوليدة كل من المتهم يسين أحمد دلال وهاب عبدالوهاب ريضات جان ملود وميمي لخضر وسخارة حميدة محافظة الحسابات لبنكي الخليفة ولتفاصيل أكثر معنا على المباشر من أمام مجلس قضاء البوليدة مفادنا وليد بوهراء وألم بكا من جديد وليد ما الجديد في مخص هذه الأحكام نعم إذن المحكمة الآن استأنفت الجلسة المسائية للنظر في الدعوة المدنية كان قبلها المحامين بعد صدور الأحكام في حق المتهمين كانوا أعطوا انطباعاتهم وكان هناك من حقيقة أنه من عجبوا الحكم وهناك من لم يعجبه الحكم معي في هذه اللحظات الأستاذة نصيرة وعلي في حق أربع متهمين للإدلاء هنا في كاميرا أو في ميكروفون النهار للإدلاء بانطباعتها حول العقوبة أو حول الأحكام التي صدرت في حق المتهمين الأربع التي تدافع في حقهم أستاذ أولا لو ذكرنا أن المتهمين اليوم أو اللي دفعت عليهم طيلة أطوار محاكمة الخليفة وتقولين كل واحد الأحكام اندوعوا وهل هي بانطباعتك هل هي الأحكام مليحة مليحة بالنسبة لكم بالنسبة للعمل اللي قمتوا به نحن بالنسبة كان عندي أربع متهمين ريضا عبدوهاب توجان مولود من سودا ساميرا كانوا استفادوا اليوم من البراءة وكان عندي بنهدي مصطفى اللي استفاد سنتين مع وقف التنفيذ نحن بالنسبة للمتهمين هذا كنت أنا منتظر البراءة تحم ولو ما نقدرش نعلق على الأحكام لأن القانون ما يسمحنا شغال الأحكام عندنا طرق باش نتخذها طرق الطعن بالنسبة لبنهدي مصطفى اللي كان في دومي الساد كان استفاد من البراءة يعني بعد طعنة النيابة اليوم كان المحكمة اصدرت في حقه سنتين غدا يعني بحول الله نقوم بالطعن فيما يخصه بالنسبة للمتهمين الأخرين كان ريضا عبدوهاب كان مرة الأولى ودينا بسنتين نافذ وهذا يعني للمرة استفادة من البراءة احنا نقول يعني أحكام كنت منتظرة حقيقة فيما يخص موكيلي كنت منتظرة فيهم الأربعة باش تكون عندهم البراءة نتمنى إن شاء الله المحكمة العليا فالطعن تعنا راح تتساجيب لهذا الطعن شكرا لأستاذة إذن كانت هذه انطباعات الأستاذة وعلي نصيرة في حق أربع متهمين في قضية الخليفة كما قلت وأذكر أنه الآن في هذه الأثناء يتم النظر في الدعوة المدنية يعني الأطراف المدنية التي تأست في بنك الخليفة يشوفوا يعني يشوفوا المحكمة تنظر يعني قبيلة تأسيسها وتعويضها وإلا فلا سنوفيكم بتفاصيل أخرى في قادم مواعدنا اللاحقة